المشاكل التأهيل عندما نتحدث عن المشاكل التأهيل في قريبًا سنتين في المرحلة الأولى كان الأشغال غادية مزيانة و كنا كجمعية كنا نشاركهم في التسيير والتدبير كنا نجتمع معهم كل 15 يوم و نحل معهم جميع المشاكل كانت تدعقهم بحل أطريبات يتلاحوا و تتركوا في أزيقاء بحل الشبكة المائية مرة تخريب بحل الناس و هذا لا يوجد مشكل متروحة إلى حد الساعة لأن الناس لا يستفيدوا من اسميته لا يستفيدوا من الرقارات من الربط بالصرف الصحي و هم يقولون هم يقولون سياجات لكن في الاتفاقية هؤلاء الناس تحصاه و تدخلوا في تصميم في القناة التي قامت بها الجماعة و كما يظهر والمهلية و التعليقات و لها لا يوجد أخذوا الناس لا يمكنهم و تضمجوا و تحصاه و يحرمواهم لكننا تجتمعوا معهم و كنا محضر بلا الناس بسمية الجميعية و التنس على الجماعات هم كانوا مشاهم معنا في هذا الاسم قال لك لا بدا الناس كل شي يستفت و لكن المشكلة الأهم اللي غبينا نتكلم عنه اليوم هو هو أن هاد الأعمال هدي طالت بزاف و هاد مؤخرا نقول لان شبنات الشركة ما بقاش قليل في نجلقاهم ما عطمت شاشنا هو المشكلة ها شو قايف هاد الشي فهذا العمل ها شو قايف فيها و كانوا قلوا لك في اخترافة قليلا من أن كانوا قلوا في شهر يناير لأنه يناير يجب بقى الأشغال انتعى و لكن لكن الأشغال تقريبا يا الله وصلت حايا 70% و انا 8% و ام خفل و اتنس قلوا لك الناس باقتين يعني وبسا لسيطوا الأشغال يجب بطرải ولسيطوا يجب بطرقة ولم تستمتع بقى تشتاع ولم تتدارون باقي كما قلت الناس ما استفدوش مئة في المئة المهم احنا نطالبوا الجيائات المسؤولة والجيائات المالية وجميع الناس المسؤولين يفتحوا التحقيق في هذه العملية واشوقع فيهم شيء خلاب لجهة تحمل مسؤوليتهم احنا قدوار هذا الشيء يعطى الناس ينصروا هذا العمل يدعى تهير هو اللي هو بالنبياء و هو اللي يوقعها خاصة نطلبوه باش تنتهي في أجل محدد لها لأنها تشيطال و المنطط تحت الناس و باقي تنعانيوا المشكلة تنعانيوا دابا هو في إطار واحد الاتفاقية دارت واحد المشروع ديالسيدنا ديال دخل في الحاضرة المتجديدة بالنسبة للحاضرة المتجديدة تفقوا باش يهلوا واحد جوج دواوير في السلطانت بينهم دوار الحركة دوار تقانا كانت الاتفاقية بدأوا الأشغال غادي الأشغال وصلوا واحد تمانين في المئة مقبل كانوا تتدروا اجتماعات تحضروا جميع الأطراف و كانوا تتناقشوا و كانوا ليجان و كانوا تعينوا و تعينوا الأشغال إلا فضل الفترة الأخيرة تنتفاجعوا بأن الأشغال تقفت ما كملتش الأشغال تقفت الناس عندهم استياء الناس يسولوا تسولوا أنا كمواطن تنسكنوا في دوار الحركات منحقين سوول بنعرفش كل المسؤول على هذه الأشغال وعليش تقفت الأشغال و ما كملتش و هذا مشروع ديال سيدنا داخل في الحاضرة المتجديدة هذا هو السؤال التي طرحوا جميع الساكينة دابا قبلت كانت الأمور عادية كانوا نستدبروا الأمور ديالهم في الصرف الصحي كان ذاك شي عادي من بعد فجأت الاتفاقية احنا قلنا الحمد لله مشروع ديال سيدنا مشروع ديال سيدنا غادي يكون دوارنا حركات اللي تابع الجامعة السلطانت غادي يكون دوارنا موداجي بنسبة المعاناة اليومية اللي تنعانيو ديال الصرف الصحي هو أنه تضر البنية التحتية ديال التيور بحكم ذاك الميديتي اللي تتكون وتضروا التيور زائد بالنسبة للشوارع والأزقاء مشكل ديال التبليت اللي مازال ماكينش دابا كين بزاف ديالنس تضحت الأزبال ديالها تخرجوا ولدات صغار تلعبوه دونك هنا تكون أسباب أخرى تضرب البيئة التلووت تضرب البيئة دونك إلا ما تدرش البافي في القارب العاجل دونك را قاعد كل شيء ديالش اللي تدر را ما عندو التشي نتيجة دونك إلا كان شي شي حاجة هو أنه بنوم يصرع من هذا الشي دا من بعد إلا ما صرعوش ت diferente وبغية حال تنظر ولدنا كل شي تجل IHII تتضرب البيئة كل شي بتعاني إنه و تتعاني في صمت هدوو الايكرىات اللي كينίνيون من بعد من بعد stay on the way I think that many bit... تنتمنى والخير تنتمنوا الخير الهدى المشروع هذا يوقف على رجليه هذا هو اللي... الموضوع ديالت أيال الهيل كانو عدة اتفاقية كانت دارت قدام سيدنا نصره الله في 2010 سينة في 2010 نهار 23 شهر 12-2010 وخصت تنجز من في 2013 إلى 2015 خصت تكون انتهت وسينه فيها وزير المالية والاقتصاد وزير السكنة والتعمير السياسة المدينة رئيس الجهة والي جهة موركش رئيس الجهة والوالي ومؤسسة العمران مدير مؤسسة العمران اللي خصت تنجز وفيها 18,000 وشي 900 وشي حاجة دي العائلة اللي خصهم استفدوا جامعة سلطانت كلها منهم الدواوير اللي خصهم استفدوا الحركات اللي بدأت فيها الأشغال المتوقفة بدأت في تقوانا متوقفة دوار الخويمات جاءت الشركة راقبتات المشروع جاءوا خرجوا الناس دي العمران والناس دي الجامعة دار الامبلونتاسيون دار السلاسيون تشانطي حط لبيرو ديالو واحد المدى مؤقتة حتى واحد ثلاث شهور لاي أربع شهور ومن بعد جميع البيرو ديالو مشا وبقات يعني العمال يعني متأخرا لحد دي الآن يعني ما كان ل العمران ما جدرت تشي تشي حركة وليش عاجة من اللي دي المشيوا عندها تقول نارا الارا دي ما هي المسؤولة لأنه هو مباش تسيني لنشي بلاناتي لغير ديالك نحن هذاك شمت نعرفوش نحن تنعرفو العمران هي مولت هي مولت المشروع ويلي عطت المشروع المقاويل فإذا به كان سيد الرئيس اللي زي باخير يعني كان تيقوم بشي مجهودة جبارة فهد اسميتو وتيكتب لهم رسائل كتب رسائل فالفين وستاش الفين وستاش يعني شجوش للمرة تيرسلهم وتيرسلهم في الدوارات ديال الجامعة ما تيجوش لا في الدوارات العادية ولا في الدوارات الاستثنائية وآخر ده ريس تفش هرجوش رأي جوقع رؤاصة المصالح يعني كلهم إلا العمران ما جاتش جات سياسة المدينة جال العمران جات الولايات يعني كلهم اللي تهمهم الأمر كانوا مقعين في كانوا مسؤولين في التفاق يعني كلهم جوا إلا العمران ما جاتش يعني واشهد العمران أنه يفق القانون والله الله أعلم لأنه يفق هذا البرنامج اللي هو برنامج ديال هيل وديال تموي السكاء الغير لائق هي العمران ما عطيها فيه والوراه صفر على صفر فاصلة سبعة رأى الدولة هي اللي مخلصة هي اللي مخلصة المشروع تنطلب من صاحب الجلالة نصره الله لأنه أعلى سلطة في البلاده وصاحب الجلالة الله ينصره يشوف من حالنا لأنه راحنا متضررين وهدو الحفاري عندنا في طرق نرى هدو هير زي كل نهار خرجنا الواد في طرق والحفاري طي عمرو يعني حالة يرتالها يعني واحد الحالة يعني يرتالها وإحنا نجينا في في الوديو بي دي المدينة يعني رأى فرص دي أشاري محمد الساديس يعني فرص دي محمد الساديس وإحنا نعاني من هذا شيء ربما نسلف جبل رأى ما هذا شيء يعاني وبحالنا لأنه أهلوا لهم أسميتوا لكن إحنا رأى فديد العمران الله يكفينا شرهم ما تنساش تأبونا فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاتبريس